أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحنان المنان عظيم العطاء جزيل الإحسان أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا أمة القرآن ونشكره جل وعلا أن امترنا علينا بشهر رمضان والصلاة والسلام على المبعوث بالرأفة والشفقة والرحمة والحنان سيدنا محمد سيد ولد عدان فاللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه وعنا معهم صلاة نرتقي بها في أعلى درجات الجنان يقول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر وليتكملوا العدة وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذه الآية في سياق آياتي صيامي الذي أمن كتب عليكم الصيام وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فجاءت هذه الآية التي نأخذ منها أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نقططف أعظم أو أحد أعظم ثمرات الصوم ألا وهو الشكر فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالنعم العظيمة نعمة الإجاد والإمداد وكل النعم وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه ولكن ينبغي للعبد أن يتلبس أيضا بالشكر لأن الشكر للنعم وهو صرفها في مرضات الله سبحانه وتعالى بالقال أو الحال أو الفعال دليل على ماذا؟ اتصاف بوصف العبودية لله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما فشكرك للنعم عائد عليك لأن الله سبحانه وتعالى يزيدك من النعم التي شكرته عليها أما النعم التي جحتها فإنك ستفقدها ولا يزيدك منها شيء بالعكس تفقدها ويتأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد فالله سبحانه وتعالى يغضون بالنعم فنحبه ونشكره لأنه أوجدنا وإنه أمدنا بالنعم وهو إلهنا وخالقنا وربنا ورازقنا جل في علا ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلفت انتباهنا إلى هذا المعنى فيما رواه الإمام الترمدي قال أحب الله لما يغضوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب آل بيتي لحبي فالمحبة متلازمة محبة آل البيت لأنهم آل بيته صلى الله عليه وسلم فنحبهم لأنهم آل بيته ونحبه صلى الله عليه وسلم لأن محبته يعين محبة الله سبحانه وتعالى ونحب الله سبحانه وتعالى لما أوجدنا لما أوجدنا وأنعم علينا وأكرمنا بالنعم الظاهرة والباطنة فنحبه ونشكره على هذه النعم فالله سبحانه وتعالى صخر لنا كل شيء في الأرض وفي السماء الجماد الحيوان الأفلاك وصخر لكم السمس والقمر دائبين وجعل السمس دياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب كل شيء مسخر لهذا الإنسان ما في السماء وما في الأرض مسخر لهذا الإنسان وذلناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تاكلوا بالنسبة للحيوان إلى غير ذلك فينبغي للإنسان المسلم أن يستشعر هذه المعاني وأن الله سبحانه وتعالى صخر له كل شيء لا لشيء إلا ليعبده وما خلقت الجنة والإنسان إلا ليعبده ويعرفه ويشكره والشكر ثمرة المعرفة وثمرة العبادة لله سبحانه وتعالى علما أن الإنسان لن يصل إذا كان الله سبحانه وتعالى أتاك من كل ما سألته وكل النعم الظاهرة والباطلة منه وكل الأفلاك والشمس والقمر والمخلوقات سائر المخلوقات والجماد والحيوان كلها مسخر لك فأنا لا تستطيع شكر الله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك تشكره وأنت مقر بالتقصير تشكر الله سبحانه وتعالى ما أقرارك بالعجز والتقصير روى ابن أبي حاتم في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر وقليل من عبادي الشكر قال أن سيدنا داود عليه السلام قال يا رب انظر السادات الأنبياء لعلو مقامهم أدركوا أنه كيف يمكن أن يشكر الله سبحانه وتعالى ليست فيه إمكانية لبلوغ حقيقة الشكر لأنهم أشد الناس معرفة بالله سبحانه وتعالى فقال يا رب سيدنا داود كيف أشكرك والشكر نعمة منك حتى الشكر بالحال أو القال هو نعمة من الله سبحانه وتعالى إذن كيف تشكره فقال الله سبحانه وتعالى الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني لما تقر تتلبس بالشكر بحالك وقالك وفعالك وماذا وتقر بالعجز والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره أنا ذلك تقول أنك قد قد أدركت شيئا من مقام الشكر إذا كان شكري له إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل الأمر ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا بيت فيك الشكر لقصر حتى ولو أن كل في منبت شعر من الإنسان لسان يشكر الله سبحانه وتعالى لكان ذلك تقصيرا في حق الله سبحانه وتعالى والشكر هو خلق وساداتا للأنبياء عليه وسلم إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشتكين شاكلا لأنعمه عندما تشكر نعمة الله نعمة الله سبحانه وتعالى يجتبيك الله سبحانه وتعالى ويهديك إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشتكين شاكلا لعنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم فإذا أردت أن تزداد تزداد من النعم الظاهرة والباطنة فعليك بشكر الله سبحانه وتعالى فهو الذي يهديك وهو الذي يشتبيك ويوفقك لشكره جل وعلا سأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ذاكرين ويمتنا ذاكرين وأن يحصلنا في زمراء الذاكرين اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقبل الله صيام وقيام الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته